بين الحين والآخر كان محيط سفارة الإماراتية في السودان يشهد تظاهرات غاضبة عنوانها التنديد بتجنيد الإمارات مئات الشبان السودانيين وإرسالهم للقتال في ليبيا واليمن وبحسب تقارير أعلامية تستغل أبو ظبي حاجة الشبان في دول فقيرة إلى المال للاستعانة بهم كمرتزقة بأجور متدنية لخدمة تدخلاتها في الصراعات الإقليمية وفي التفاصيل تقول المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن شركة الدرع الأسود للخدمات الأمنية الإماراتية استهدفت في أحدى حملات التجنيد الشبان السودانيين من الذين تأثروا سلبا بالصراعات الداخلية والصعوبات الاقتصادية وأوهمتهم بالعمل كحراس أمنيين داخل الإمارات ثم دفعت بهم إلى حروبها في ليبيا واليمن عدد المجندين بحسب المنظمة وصل إلى ثلاثة آلاف سوداني وقعوا عقودا مع الشركة بعضها ختم من السفارة الإماراتية في الخرطوم من دون أن تقدم العقود تفاصيل عن طبيعة الخدمات الأمنية فضائح شركة الدرع الأسود بدأت تنتشر في وسائل الأعلام بعدما اكتشف السودانيون خداع الشركة التي أرسلتهم إلى ساحات القتال خلافا للعقود المبرمة لتوظيفهم كحراس أمنيين داخل الإمارات لكن الشركة بحسب وكالة الأناضول رفضت الاستجابة لرغبات هؤلاء المجندين بفسخ عقودهم وإعادتهم إلى السودان ما جعلهم رهائن لديها بعدما صادرت أوراقهم الثبوتية وهواتفهم ومقتنياتهم الشخصية وفيما تنفي الشركة الإماراتية لاتهامات ترجح التقارير الأعلامية مواصلة الإمارات سياسة تجنيد المرتزقة ولا سيما أنها لا تمتلك عددا كافيا من المجندين لخوض صراعاتها وحروبها الخارجية